ومشاهدين نتحول الآن إلى مدينة شرم الشيخ حيث انعقاد هذه القمة قمة التغيرات المناخية كوب 27 وزمنا كريم بيبرس لمتابعة ما يتم هناك والأصداء ما بعد المؤتمر الصحفي والجلسة الختمية أعلم أنك منذ ساعات طويلة تمارس العام الكريم يعني صف لي وضعني في أصداء هذه الجلسة الختمية تحياتي لك وتحياتي لجميع السادة المشاهدين بالفعل منذ الأمس تابعنا هذه الجلسات وهذه النقاشات وهذه المداولات المختلفة بين جميع الأطراف المشاركة في مؤتمر المناخ كوب 27 لكن ربما تحدثت خلال المؤتمر ومع بعض الأطراف المتواجدين بالفعل في المؤتمر وتحدثت معهم عن آليات الخروج بحلول هل من الممكن بالفعل الخروج بحلول بسبب أنه منذ يومين حين من المفترض أن ينتهي هذا المؤتمر ويغلق أبوابه تم مد المؤتمر بسبب انشقاق كبير بين الدول وبين الأطراف المشاركة هذا الانشقاق كان إشارة وجرس انذار إلى أنه من الممكن أن لا تودي هذه المفاوضات بشيء أو إشارة إلى أنه الممكن أن تفشل هذه المفاوضات بشكل أو بأي شكل من الأشكال لذلك جاء هنا هذا الضغط وهذا الفكر وهذا التصميم من رئاسة مؤتمر المناخ للوصول لحلول فعلية لألا تخرج كوب 27 ومدينة شرم الشيخ من هذه النسخة من مؤتمر المناخ إلا وأن تنفذ السمة الرئيسية وهي التنفيذ الفعلي على أرض الواقع رصدنا خلال الجلسة الختمية ما وصل إليه نتوصلت إليه الأطراف من نقاشات حول المسودة الأخيرة أو التوصيات الأخيرة التي خرجوا بها ليتم تنفيذها على أرض الواقع رقم واحد وهي الأهم هو صندوق الأضرار والخسائر والأضرار والتعويض عن هذه الخسائر هذا الصندوق هو نقلة نوعية في مؤتمرات المناخ التي عقدت على مدار السنين الماضية والأعام الماضية هذه النسخة خرجت بهذا الإنجاز الكبير وهذا الإنجاز الكبير والتاريخي حسب تعبيرات المشاركين حسب تعبير نائب رئيس المفاوضية الأوروبية حسب تعبير بعض وزراء البيئة من باكستان من فرنسا من سويسرا حسب تعبير أيضا الأمين العام التنفيذي لمؤتمر المناخ كلهم تحدثوا عن أنه إنجاز كبير لأنه بالفعل تنفيذ على أرض الواقع لبعض الطلبات التي من الممكن أن تعود بها الحقوق للدول النامية عن طريقة تعويض عن هذه الخسائر التي لحقت بهم بسبب التغيرات المناخية التي كانت سبب الرئيسي بها هي الدول الصناعية من أهم النقاط الخلافية التي ظهرت كانت نقطة التمويل وكيف أن الدول كانت توقفت عن التعهدات التي تعهدت بها من قبل مثل المئة مليار دولار ولكن كان هناك ضغط كبير للوصول لحل لهذه الأزمة وبالفعل كان هناك حل الأزمة الأخرى كانت التكيف الميتجيش أن التكيف عن طريق إما التعويض بصندوق الخسائر أو حتى الاستثمارات الجديدة الخاصة بالصديقة للبيئة ولكن هنا جاءت تناقض المصالح بين الدول الأنمية التي تسعى للحصول على تعويض عن الخسائر وفي نفس الوقت الدخل القومي الرئيسي لها هو الوقود الأحفوري أو البترول أو غيرها من الأشياء التي قد ممكن أن تؤدي إلى انبعاثات كربونية مختلفة لذلك كان هناك نقاش كبير في محاولة للوصول لحلول ربما رصدنا أيضا وشاهدنا جميعا أن خلال الجلسة من اعترضت على هذه ربما المادة الخاصة بالتكيف كانت سويسرا والتي طلبت نصف ساعة للمفاوضات والنقاش مرة أخرى للوصول لحل وبالفعل تم الوصول لحلول فيما يتعلق بمادة التكيف وكان أيضا الهدف الرئيسي من كل هذه المناقشات هو الحفاظ على نسبة الدرجة المئوية الخاصة بالاحتباس الحراري ألا تزيد عن واحد فاصل نصف درجة مئوية وألا تصل لاثنان درجة مئوية لأن هذا هي النقاش والتحدي ألا تصل لاثنان درجة مئوية قبل 2030 وألا تصل الانبعاثات الكربونية قبل 2050 إلى صفر انبعاثات كربونية أيضا في كلمة الوزير سامح شوكري رئيس مؤتمر المناخ كاب 27 ووزير الخارجية المصري تحدث عن عمل شاق لاليومين 48 ساعة متواصلين هذا العمل لاجتماعات ثنائية اجتماعات كبيرة يعني للوصول لحلول ضغطات وتنازلات وتواؤمات بين جميع الدول والأطراف المشاركة من أجل الوصول لحلول حقيقية ممكن أن تنفذ على أرض الواقع كان هناك حديث كبير في حقيقة الأمر من جهات كثيرة عن أن المؤتمر على وشك أن يفشل وأن المفترض أن لا تخرج مؤتمر المناخ كاب 27 بأي نتائج ولكن هنا جاء الدور والتصميم المصري للخروج بحلول مختلفة وهنا اتخذ الوزير سامح شوكري على عاطقه وضع مسودة من المفترض من وجهة نظره أنها ستجمع الأطراف وستجمع وجهات النظر وهذا ما قد حدث بالفعل وتم وضع المسودة وتم الوصول لحلول فعلية وكان منها الصندوق وهو الشيء الرئيسي التي خرجت بها كاب 27 ومصر بالإضافة بالطبع لاتفاقيات العديدة بين الدول وبينها بعضها البعض وأيضا الاتفاقيات بين مصر والدول العربية والبنك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية لتحول الأخضر واستخدام الطاقة النظيفة لذلك خرج المؤتمر بالفعل بالسما الرئيسية وهو التنفيذ الفعلي على أرض الواقع نعم يعني كريم في هذا المؤتمر يشارك نحو أكثر من 66 ألف مشارك يعني ما هي ردود الفعل يعني تجاه هذا المؤتمر وتجاه مدينة شرم الشيخ في حلتها الجديدة المدينة الذكية كيف ينظرون إلى مصر من خلال هذه النسخة إذا أخذنا الشق الأول من السؤال وهو كيف ترى الوفود المؤتمر ومخرجات المؤتمر في حقيقة الأمر عند حديثي معهم قبل الجلسة الختمية وبعد الجلسة الختمية اختلف الحديث ثمان قبل الجلسة الختمية كان النقاش حول آمال وطموحات وتخوفات حول الوصول لحلول واقعية خصوصا أن هناك بعض الدول والتي تعتبر هي أساسا جزر في وسط المحيطات هذه الدول ربما كانت مازالت في مهددة بالغرق خلال فترات قريبة جدا من الزمان بعد الجلسة الختمية وبعد النقاشات التي استمرت لمدة يومين اختلفت الرؤية اختلفت النظرة اختلفت البسمة حتى على وجوههم بالوصول لحلول واقعية بالوصول لمسودة حقيقية وليست مسودة فقط تعهدات مثل المؤتمرات السابقة ولكن خرجت منها أشياء بالفعل تنفذ على أرض الواقع كما ذكرت صندوق الخسائر هناك الصندوق الخسائر يختص أكثر بالدول الأكثر تضرر على أن تكون هذه الدائرة متواصلة طوال الأعوام القادمة عن طريقة تمويل المختلف لهذا الصندوق ولكن يختص بها أكثر أو المستفيد الأكثر بها يا الدول الأكثر تضررا من الدول النامية هذه فيما يتعلق برؤية المؤتمر والكثير أطلق عنها إنجاز تاريخي وإنجاز مختلف منها الأمين التنفيذي والأمين العامة السجرتير التنفيذي وزيرة البيئة في فرنسا تحدثوا عن هذا الإنجاز التاريخي وأيضا نائب رئيس المفاوضية الأوروبية تحدث عن هذا الإنجاز وأطلقوا عليه نصا إنجاز تاريخي وكبير هذه النقطة أما الرؤية العامة لمدينة شرم الشيخ فمدينة شرم الشيخ ربما هي أصبحت نموذج حقيقي للتطبيق الفعلي على أرض الواقع للتحول الأخضر حيث تحولت مدينة شرم الشيخ منذ رصدنا منذ بداية المؤتمر وقبل حتى المؤتمر لمدينة خضراء مدينة خضراء عن طريق الزراعة التي ملأت شوارع مدينة شرم الشيخ عن طريق وسائل التنقل داخل مدينة شرم الشيخ التي أصبحت صديقة للبيئة إما باستخدام الكهرباء أو حتى الغاز الطبيعي للسيارات والتاكسي وأيضا الأوتوبيسات التي تنقل الوفود داخل مؤتمر المناخ داخل مدينة شرم الشيخ كلها صديقة للبيئة أو معظمها صديقة للبيئة تعامل بالكهرباء أو الغاز الطبيعي أيضا بالإضافة لذلك استخدام المستلزمات والأدوات الصديقة للبيئة على سبيل مثال داخل المستشفيات مستشفى شرم الشيخ الدولي استخدام مستلزمات طبية وغير طبية أيضا صديقة للبيئة كان هذا أيضا نقطة هم حتى الجرين زون أو المنطقة الخضراء الخاصة بمؤتمر المناخ كانت داخل هذه المنطقة جميع الأشكال الفنية داخل هذه المنطقة مصنوعة بأدوات معاد تدورها بدل من أن تدفن وتؤدي إلى انبعاثات كربونية ولكن تم إعادة تدورها بأشكال فنية أيضا من ضوء الحفاظ على البيئة هذه أيضا نقطة الوفود كان هناك يوم إجازة وهو أحد السابق وبالفعل تحركت الوفود داخل مدينة شرم الشيخ وهي نقطة هامة جدا وهي فكرة انتعاشت السياحة مرة أخرى أكثر من قبل داخل مدينة شرم الشيخ من جاء شرم الشيخ من قبل تحدث عن الاختلاف الذي حدث مدينة شرم الشيخ ما زالت جميلة وكانت جميلة تجذب دائما السياحة ولكن تحدثوا عن اختلاف كبير خصوصا فيما يتعلق بالهوية البصرية الخاصة بدينة شرم الشيخ في عدة مناطق سواء في خليج نعمة الممشى السياحي أو حتى السوق القديم تحدثت أيضا مع المواطنين قاتني مدينة شرم الشيخ ومدى فرحتهم بازيادة الأعداد الخاصة بالسياحة وأمالهم الكبيرة بازيادة الأعداد أكثر بعد المؤتمر من وجه نظرهم أنها هي فرصة كبيرة لجذب السياحة مرة أخرى لتزداد أكثر وهي أيضا كانت فرصة للوفود للتعرف أكثر على مدينة شرم الشيخ حتى يكونوا هم السفراء الحقيقيين لينقلوا الصورة الخضراء الجميلة لمدينة شرم الشيخ مدينة السلام وهنا كانت الرسالة رسالة اتحاد للعالم للحفاظ على التغيرات المناخية والحفاظ على حياة البشر وأيضا رسالة سلام أخرى واستقبال وترحيب من مصر بجميع البشر وجميع سكان العالم هنا في مدينة شرم الشيخ نعم نستطيع أن نقول كريمة نجحت مصر في جميع الاتجاهات في الترويج أو التأكيد على اهتمام مصر بالعمل الدولي متعدد الأطراف نجح مؤتمر شرم الشيخ كوب 27 في كونه مؤتمر الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ أيضا نجح المؤتمر في الترويج لمصر في كونها جمهورية جديدة جمهورية تحترم الشعوب تحترم حقوق الإنسان تحترم أيضا كل الوفود المشاركة وتروج لنفسها في شكلها الجديد أو في حلتها الجديدة كريم بيبرس يعني بشكرك جزيل الشكر على التغطية المستمرة وكل ما تابعت لنا أو ما نقلت لنا يعني على مدار اسبوعين متتاليين أنت وسالي سالم وكتيبة التلفزيون المصري المشاركة في تغطية هذا الحدث الأكبر شكرا لك كريم مرة أخرى